إلى ذلك قتل وأصيب 12 مدنيا بقصف لتنظيم داعش بقذائف الهاون على مدينة هيت غرب الأنبار رئيس المجلس المحلي للمدينة محمد الهيتي أفاد بأن القصف استهدف حي الجري وسط هيت وأسفر عن مقتل رجل وامرأة وإصابة عشرة آخرين مبينا أن القصف تزامن مع العملية العسكرية الجارية لاستعادة جزيرة هيت من سيطرة تنظيم داعش